ميسي يكشف عن قميص الأرجنتين لمونديال قطر قدم الشركة أداديس الجمعة القميص الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022 والذي سيرتديه أيضا منتخب السيدات غدا في مباراته ضد نظيره البرازيلي في كوبا أمريكا ووضحت الشركة في بيان أن قميص حامل لقب كوبا أمريكا مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% مع إضافة التكنولوجيا المعروفة باسم هيتريدي لتحسين التهوية ووفقا لشركة أداديس فإن تصميم قميص الأرجنتين مستوحى من الهوية الوطنية للبلد الأمريكي الجنوبي مع ألوان علم الأرجنتين وشعار شمس مايو وقد ظهر ليوني الميسي قائد منتخب التانجو ونجم باريس سان جيرمان في مجموعة من الصور مرتديا القميص الجديد وأكد المونديال العام لشركة أديداس الأرجنتين بابلو لامو أن هذا القميص مستوحى من التصميم الذي حقق به المنتخب الأرجنتيني لقب المونديال في عام 1978 و1986 وصار قميص راقصي التانجو متاحا لرواد الموقع الرسمي للشركة وفي متاجرها بسعر يتراوح من 110 دولارات إلى 141 دولار ووقعت الأرجنتين بقيادة ليوني الساكلوني والتي خاضت 33 مباراة متتالية دون الخسارة في مجموعة ثالثة بمونديال قطر إلى جانب المكسيك وبولندا والسعودية